فتأثرت قلوبهم فبدأوا واحد تلو الآخر يفرون ينسحبون من هذا العيد ويلجأ واحد منهم إلى شجرة يأتي الثاني إلى شجرة يأتي الثالث إلى هذه الشجرة وكل واحد منهم لا يعرف الآخر لكن الذي جمعهم هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والذي جمعهم هو الله سبحانه وتعالى وكما في حديث أم عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف الأرواح كده جنود مجندة بيد الله سبحانه وتعالى ما تعارف منها اتلف تجد الشبيه يقع على شبيه كما في المثل الطيور على أشكالها تقع فتلاقي الغربان يطيرون مع غربان لا يطير الغرب مع حمام أو مع عصفير والحمام يطير مع حمام والعصفور يطير مع عصفير الطيور على أشكالها أي على مسيلها ومسيلاتها تقع فكذلك والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فهؤلاء ما كان يعرف بعضهم بعضا كما ذكر غير واحد من المفسرين إلا أنهم فروا بدينهم من هذا الذي رأوه بأعينهم ولم تتحمله قلوبهم